أظهرت مجريات العمليات العسكرية التي تجذب الأنظار والاهتمام في الجنوب مدى الحنكة وقوة الرؤية التي تتمتع بها القيادة الجنوبية ففي الوقت الذي تواصل فيه القوات الجنوبية مطاردة الإرهاب في شبوه وأبيان فإن الواقع يثبت بشكل يومي أن القيادة أطلقت تلك العمليات في توقيت فارق وجوهري القوات الجنوبية أطلقت عمليتي سهم الشرق وسهم الجنوب لتحرير محافظتي أبيان وشبوى من الإرهاب وحققت بالفعل انتصارات غير مسبوقة إطلاقوا هذه العمليات في تلك المناطق وفي هذا التوقيت جاءت بشكل محكم ودقيق وأجهضت مخططا خبيثا كان يسعى لإسقاط العاصمة عدن كما اتضح من مخططات قوى الشر والإرهاب وكان لافتا أيضا أن تحرك القوات الجنوبية لتأمين وتحصين محافظة شبوه كانت تلك الخطوة لعرقلة مخطط إخواني كان يسعى للتمدد في حضر موت وإحكام قبضة إرهابية غاشمة عليها وعلى ثرواتها فقوة طرف والإرهاب كانت تمني النفس بإكمال تلك التحركات بهدف الإنقضاض على العاصمة عدن بالتزامن أيضا مع تحريك مشبوه لعناصر الإرهاب في أبيان ضمن خطة يمكن اعتبارها أنها كانت تستهدف تطويق الجنوب ميدانيا وجغرافيا وقد جاء الانتصار الجنوبي بالغ الأهمية في تحرير معسكر عمران في أبيان ليوجه ضربة الخلاص والضربة القاضية لهذا المخطط الغاشم على الرغم من حجم التحشيد الكبير الذي مارسته الميليشيات الإخوانية للعناصر الإرهابية من أكثر من جبهة للنيل من أمن الجنوب وضع العاصمة عدن على رأس الأجندة الإخوانية المعادية للجنوب هي محاولة مشبوهة وخبيثة من قوى الإرهاب للنيل من قضية شعب الجنوب العادلة ومحاولة لاختطاف القرار الجنوبي هذا الاستهداف تيقنت له القيادة الجنوبية ووضعت نصب أعينها العمل على حماية العاصمة عدن والمحافظة على المكتسبات الأمنية التي تحققت على الأرض لما لذلك من انعكاسات كبيرة على مسار قضية الشعب العادلة